أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن انهيار النظام العام والسلامة في غزة يهدد بشكل متزايد العمليات الإنسانية والعاملين في مجال الإغاثة بالقطاع وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن المنظمة تعمل مع شركائها والأطراف المعنية لمعالجة غياب النظام العام والسلامة إلى جنب العقبات الأخرى الماثلة أمام الاستجابة الإنسانية ذات المغزى محملاً السلطات الإسرائيلية مسؤولية أصول المساعدة الإنسانية